أهمكم من جديد توعد وزير الأمن في حكومة نتنياهو اليمين المتطرف إتمار بنغفير توعد المقدسيين بحملة عسكرية يبدأها الأحد بدعوة رد على عملية الدهس الجمعة والتي أدت إلى مقتل مستوطنين وجرح آخرين وذكر الإعلام العبري أن بنغفير توعد بعملية سور الواقي اثنين والتي تشمل شن عمليات اعتقال واسعة ضد الفلسطينيين في القدس وتكثيف العمليات الأمنية داخل الأحياء الفلسطينية ومواصلة تدمير المنازل وإجراءات قمعية للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة تحريضهم ودعمهم لهجمات الفلسطينيين وحذرت شخصيات في دولة الاحتلال من تداعيات دعوة بنغفير وأكدين أنها قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين وكان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أعلن عن مخاوفه من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا استمر التصعيد الأمني في الضفة والقدس المحتلتين شاهدين للمزيد ورحب بضيفي من القدس سيد راسم عبدات الكاتب والمحلل السياسي ورحب بك سيد راسم إلى أي مدى سيستطيع بنغفير تنفيذ تهديداته وهل يحظى بدعم داخل حكومة نتنياهو إذا دعني أقول بأن حكومة الاحتلال هي تلجأ للقيام بأساليب وسائل قديمة جديدة جرى تجريبها في مدينة القدس وهي تدور في نفس الحلقة المفرغة وتصل إلى حالة من الإفلاس السياسي والأخلاقي هي تحاول أن تستخدم المدخل الأمني لتصويت قضية سياسية للشعب يطمح إلى الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة المتطرف الغفير هو تهدد وتوعد شعبنا وأهلنا في مدينة القدس بما يعرف بسوط الواقي رقم 2 على غرار الحرب العدوانية التي شنت في الانتفاضة الثانية سيد راسم لا يوجد التوافق بالمستوى السياسي ولا العسكري في طار شن عملية ما يعرف بسوط الواقي 2 وحتى لبيت وزير المعارضة الإسرائيلي كان يسخر من الغفير ويقول عنه وزير حتوكتوك ووزير خبز البيتة تلالت أن هذه القرارات إذا ما يجري تنفيذها تحتاج إلى مصادقة المجلس المساري الإسرائيلي المصغر الكبير الأمني والعسكري وبالتالي صحيح يتوعد بشن حرب شاملة تبدأ في عمليات اقتحامات للقرى والبلدات المقدسية وكل يوم هذا يجري عمليات اقتحامات ويتوعد بالعودة مجددا إلى مجازر الحجر وتم إبلاغ العديد من المواطنين في الجبل المكبل منهم المواطن إيهاب الحسيني وإبراهيم بشير وأيضا أدب بشير بتفريغ منازلهم تمهيدا لهدمها غدا بالإضافة إلى إجبار المواطن المقدسي فحمود العور على هدم منزلهم هاتيا تحطى لك تحضيره من تحميل تكاليف عمليات الهدم نحن نقول في هذا الإطار بأن ما يقوم به من غفير هو يدفع باتجاه التصعيد وانفجار الأنضاع في مدينة القدس وقيمة بإدخال ثلاثة سرايا عسكرية من مجيش الإسلال إلى مدينة القدس وأشر على أن شهر رمضان القادم سيحسد حالة من التصعيد غير المسبوك وخاصة في ظل التحذير من قبل من غفير وغيره على شهر رمضان ولكن سيد راسم في ظل التوازنات المعقدة داخل حكومة نتنياهو إلى أي مدى برأيك سيستطيع نتنياهو لجم بنغفير وإلى أي مدى سيكون لهذا مواجهة بين الطرفين إذا صح التعبير نعم دولة الاحتلال تعيش أزمة سياسية عميقة وأزمة مجتمعية كذلك وهذه الأزمة أخذ في التعمق بنشهة المزيد من المظاهرات والاحتجاجات الواسعة في المجتمع الإسرائيلي ضد سياسة نتنياهو وضد خطة ياريب لابين وزير ما يعرف القضاء الإسرائيلي للسيطرة على منظومة القضاء ولذلك هذه التحديات الداخلية والتحديات الخارجية التي يوجهونها نتنياهو ستدفع بني نتنياهو من محاولة لجم هذه القوى الدينية المتزمة في المجتمع الإسرائيلي أمي عرب الدعشية الإسرائيلية لأن استمرار سياسة من الغفير هذه والعمل على القيام تحقيق أهدافه ومشاريعه بغض النظر عن المرحلة السياسية ورغم مجيء الوفود من الإدارة الأمريكية آخرهم وزير الخارجية الأمريكية بلينكل وأيضا الوسطات العربية من قبل مصر والأردل من أجل خوف وثيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في الطفل الغربي وفي مدينة القدس واضح أن هذه الوسطات لم تنجح بدلالة أن دولة الاهتلال أقدمت على طيال خمسة مقاومين في منطقة عقبة جبر بها ريحة ورد على ذلك المواضع الشهيد إحسين القراقب بعملية الدهس في حيراموت في القسم الغربي من مدينة القدس وأعتقد أن تنفيذ مثل هذه العمليات والسمرار هذا التصعيد قد يندر بانفجار واسع يتعدى حدود مدينة القدس والضفة الغربية أو حتى الجغرافية الفلسطينية باتجاه أن نجد أنفسنا في شهر رمضان والذي يتقاطع معه ما يعرف بعيد التصح اليهودي في الأسبوع الثالث من ستة أربعة إلى أربعة عشر أربعة وهذا ما حذر منه ربما وليام بيرز رئيس وكالة المخاورات الأمريكية حذر من أن هذا التصعيد الإسرائيلي والاستيطان أيضا ربما يؤدي إلى انتفاضة ثالثة ما يعني مواجهة شاملة إذا كانت الولايات المتحدة تدرك هذه الخطورة لماذا لا تفعل شيئا سوى التحذير فقط نعم طوال فترة الاحتلال ونحن نسفع الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها محل الدولتين وأنها تدين خطوات أحادية للجانب سواء الاستيطان أو العمل على تقيير الحقائق والوقاع في المسجد الأقصى وغيرها من البيانات التي تصدرها لدارة أمريكية ولكن على أرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها تسعى إلى إدارة الأزمة وليس إلى حل هذه الأزمة وخاصة أنها داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك لوبيات صهيونية ضغطة على الولايات المتحدة الأمريكية تمنحها من فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي قرارات بحق دولة الكيان ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة الأمريكية فقط هي تطلق بيانات وتصريحات لا يوجد لها أي ترجمات عملية على الأرض وتمارس التموص على الجانب الفلسطيني من خلال العديد من الدول العربية لعدم الرد على ما تقوم به إسرائيل من عمليات قتل وعمليات ابتحام وعمليات استيطان وتغيير الوقاع في المسجد الأقصى شكرا لك سيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من القدس المتحدة شكرا لك شكرا لك